والإدارة العامة للمرور قاعدت حركة السير لطبعتها بست طرق صحراوية وعلى رأسها طرق سانت كاترين والعين السخنة والزعفرانة والجلالة والغردقة وده بعد ما توقفت لساعات بسبب سيول الإدارات العامة للمرور جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس كانت رصدت في ساعات الصباح الأولى وطول الأمطار اللي وصلت لحد سيول على بعض الطرق السريعة وتم إغلاقها لحين تحسن الحالة الجوية ونشدة المرور سائق السيارات تهدئة السرعات واتباع إرشادات السير على الطرق السريعة مع هطول الأمطار وأكدت إدارة المرور أن حال حدوث عطل فجائي للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق وتشغيل جميع الأنوار وضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر في اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاذة من خلال الرقم 012211140 أصفر